هذا وقع في الجانب الإسرائيلي على الحدود المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية نحن لا نملك معلومات عن ما حصل كون هذا الموضوع حصل في الجهة الإسرائيلية ولكن بحسب الجيش الإسرائيلي كان يتحدث عن إصابة أربعة من جنوده من النخبة من لواء جولاني بجروح متوسطة وخطرة نتيجة انفجار لغم في سيارتهم أو في أليتهم وعلى ما يبدو أن هذا اللغم هو لغم إسرائيلي كان قد زرعه الجيش الإسرائيلي في السنوات الماضية فيما يتعلق على الوضع على الحدود هنا اللبنانية الجنوبية هناك غارات عدة قام بها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل غارات على صدقين نتج عنها إصابات طفيفة كون هذه الغارة استهدفت ملعبا لكرة القدم في هذه البلدة والإصابات هي محيط أو كانوا الأشخاص في محيط الملعب وإصابتهم طفيفة أيضا كان هناك غارات على ما بين الضهيرة وعلم الشعب قطعت هذه الغارة الطريق العام الذي يربط ما بين الضهيرة وعلم الشعب وانقطعت هذه الطريق ونتج عنها حفرة ضخمة جدا ولكن الجيش اللبناني اليوم صباحا قام بالطمر هذه الحفرة الضخمة لإعادة وصل هذه الطريق كون هذه الطريق الوحيدة التي تربط ما بين هذه البلدات بدءا من النقورة على المشعب وصولا إلى الضهيرة وغيرها من البلدات على الشريط الحدودي أيضا كان هناك غارات على اللبوني حزب الله لم يعلن بعد عن أي عملية وكان لافتا أن العمليات هي منذ إعلانه عن استهداف ثقنة كيلع في الجولان السوري المحتل ويردن ونفح في الساعات التي كان يحصل فيها الرد الإيراني ولغاية هذه الساعة لا يوجد بعد أي عملية قام بها حزب الله اليوم صباحا كان هناك لقاء تشوريا وزاريا في السراي الحكومي رئيس الحكومة الذي كان طلب أن يكون هناك اجتماعا للحكومة استعاد عنه باجتماع تشوري وزاري مع الوزراء بالطبع الموضوع الحدود هو واحد من المواضيع التي تم بحثها إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ولكن بموضوع الحدود رئيس الحكومة قال بأن نحن لسنا دعاة حرب ولكن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها وهي برسم المجتمع الدولي بالطبع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ليلى خليل مراسلة الغد من جنوب لبنان شكرا لك على هذه الإضافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر